مبارح كنت انا اتكلمت عن كابتن حسام غالي واتكلمت اللي انا بتابع وانا بتابع الاخبار كده فعرفت انو اخد رلو المباراة في ثلاث مباريات على التوالي كان بيلعبهم نادي النصر ويكسبهم وفي حالة كويسة بيلعب وياخد نادي المباراة فتكلمت وابقول يعني المنتخب حكايته والنهاردة انتو بتابعوا الناس وقال لا لان المنتخب من فكرة المنتخب انك بتنتخب الافضل في الوقت ده ده تشكيل المنتخب بيختلف في فلسفته عن تشكيل النادي النادي بيلعب مباراة متتالية المنتخب بيلعب مباراة متبعدة فاللي ما بيليه يعني المنتخب مش وظيفة ما انقدرش نقول احنا اضطرنا ان اخدنا العشين دولة وعينناهم في المنتخب لأ ما انت ممكن واحد في العشين ده اللي مستواها حيطلع ويخش واحد تاني مستواها ارتفع تاني ومن هنا ما فيش احكام مسبقة وما فيش واحد تقول لك انا مش هاخده احنا متخنقين معا مخصمينه ما ينفعش فكنت بتكلم في القطار ده النهاردة بالصدفة ببص في النارية فلقيت في دارية الوقت الحوار صفحة كاملة مع كابتن فاروق دعفر فبيسألوا سؤال كان عالم مش عارف بيقول ايه مؤمن زكريا ايه انا حنق الرد اللي قاله كابتن فاروق فبيقول كما سبق وذكرت البعض يحرف التصرحات الامر كله كان متعلقا بتلقي مؤمن زكريا عرضا من احد الاندية الخليلية فعلقت عن الاهل اكبر من عدد كبير من الاندية هناك وبطل الدوري والكاس ويشارك في بطولة افريقيا ويلعب في كاس العالم الاندية وزهابه للاندية الكبيرة في الخليل قد يكون مخطرة لانه قد لا يشارك لغاية دلوقتي دي ولت نظر وانا باعتقد انها ومش باعتقد انا على يقين وبقايد كابتن فاروق دعفر فيها ولت نظر صحيحة دي ولت نظر فنية بيقول انها كنت هتروح في الاندية هناك ممكن تبه فيها اندية كبيرة فيها انما انت لو قعد هنا يعني دي ولت نظر غاية دلوقتي انما هو اكمل بقى في ولت النظر لا يشارك وراح ضايف سطر بقول مثل احسام غالي الذي لا يلعب حاليا مع نادر نصر هنا دي مشهورة نظر ده هنا ده معلومة بس عشان نفرق مباني ولهات النظر والمعلومة لا ده هنا دي معلومة شيل الحالة اللي تحططتها دي اللي انا عايز اقول بقى الكلام اللي قاله كابتن فاروق بقى طالما انا كنت اقلت معلومة انا عصر انبارح كنت بقول الرائل ده كويس وكلام ده كله لما يطلع النهاردة كابتن فاروق رعفر بحجمه باسمه بتاريخه وكابتن مصر وكابتن الزمالك وقول الرائل ده ما بيلعبش هناك يبقى انا ما عنديش فكرة فحقيقة الامر انا ما بتكلم انا بتكلم على معلومات دايما وبتكلم ما قدرش اقول حاجة لما يكون انا على ثقة منها انا بس هقول للكابتن فاروق رعفر لا تعالى نشوف تحديدا الكابتن حسام غالي وحوري لحضرتك اذا كان تانا اللي قلته وقالت لا ربما كابتن فاروق رعفر ما يعرفش بس مش لما صحت حد فكرة الهجوم لان انا لاحص لما تبعت المواقع الكلام ده لاحص ان كل من يهاجم حسام غالي الصحافة المصرية والمواقع المصرية بس ما فيش غير كده تعالوا بقى النهار ده لما نيلي نشوف ايه التلات ماشات اللي خد فيها رجل المباراة كان بيلعب وده الكلام ده كان فلاه اول ماتش كان النصر مع الرائد وكان في السبعتاشر نوفمبر الفين وسبعتاشر والنتينة النصر فياس خمسة مقابل سفر وبالمناسبة الرائد ده اللي بيلعب فيه الكابتن شيكبالا في الماتش ده اللي كسبه خمسة سفر وفي التاريخ ده حسام غالي واخد رجل المباراة احسن لاعب المباراة تعالوا نشوف بس حوري لحضراتكم على الخد بال حال التويتات دي النهار ده كرة النصر مثلا حسام غالي بمباراة الرائد حاملين هم احصائية اكثر مراوة عامل اربع مراوهات اكثر استخلاص خمس كرات استخلصة اكثر استعادة كرة 13 مرة اكثر اتحام هوائي مرتين اعلى ضدق التمرير 92% قدام حضرتكم قدام حضرتكم هذا الكلام طيب حسام غالي برضو على نفس المباراة ده النهار ده يشوف برضو تغريدة تانية لابو عبدالعزيز يقول حسام غالي يقدم مباراة ممتازة لالنصر والرائد المباراة التانية اللي كانت ما بين النصر والاتحاد كان في 23 نوفمبر 2017 النتيرة فوز النصر بهدف مقابل لشيء تعال نشوف أستاذ خالد النفعي كاتب ايه بقى بقول أمتع نصر ممكن نتشاهده ضغط عالي تحرك بدون كرة تمريرات في المساحة الضيقة ازيادة الهرومية نصر جستافو يقدم كرة نميلة ثالثة تنقص استغلال بفرص فقط حسام غالي مميز لدن في مباراة الاتحاد والرائد نتمنى انصافه مدرج الأسود حسام غالي لعب وسط النصر ضد الاتحاد أكثر تمريرات صحيحة 48 أكثر استرجاع كرة حرة تسع مرات أكثر استخلاصات ست مرات تاني أكثر مراوغات ناريحة تلات مرات تاني أكثر التحامات هوية ناريحة واحدة مرة ثالث أقل لعب تم استخلاص الكرة من مرتين ده كان الإحصائية بتاعت ماتش الاتحاد نروح للماتش الثالث وفي ماتش الاتحاد حسام غالي خد رجل ولمباراة نروح للماتش الثالث النصر وإتحاد ده برضو قال ليه في تكمله ده في مرضه النفس الاتحاد برضو هنا في النصر الاتحاد برضو حساب غالي في دياء اليوم فعل كل شيء ما شاء الله يا ابو محمود ودي هنا ادام حضراتكم التشكيل بتاع المباراة اللي يسمي بس عشان كابتن فارون عفر او اللي مش واخدين بالو لا بيلعب ادام حضراتكم دي نروح للماتش التالت اللي هو فريق النصر والفتح وكان في 29 نوفمبر 2017 وكانت النتيجة 3-1 لما نشوف النهار ده في التويتات اللي موجودة خلود كوكيز بيقول كلمة مباراة جميلة لكابتن حسام غالي كل مباراة يثبت لنا انه راجع التشكيل برضو بتاع المباراة موجودة هو بتاع النصر والفتح ده التشكيل بتاع المباراة نروح للماتش الرابع لابو حسام اللي كان فاربعة ديسمبر النتيجة تعادل فريق واحد واحد في الماتش ده تعالوا نشوف الماتش ده برضو كان الحسام غالي يعني ايه الحكاية ده التشكيل بتاع المباراة اللي كان بلعب فيها وفي الماتش ده برضو لو حنشوف الحالات بس مش عارف موجودة ولا لا اللي هي كانت معمولة من الماتشات الكويسة اللي لابو حسام حسام لنا ماتش القصية والنصر وده كان في 9 ديسمبر وحسام ما لعبش لانه كان عنده 3 انذارات النصر خسر الماتش ده كانت 2-3 يعني تغلب تعالوا تشوف التعليقات اللي امور النصر بقوله ايه النصر افتقد للمسر حسام غالي الثقيل فنيا عبد المريد بن تركي بن مرزن ده لك منور غالي الدنيدي وده عبد المريد بن تركي بن مرزن بقوله انتم متأكدين هذا النصر شوت كامل لا فرص ولا تهديد ولا حتى سحواز حسام غالي مكانك فاضي محمد قال شاهر غياب غالي سبب كرسة النصر باندر الشمال يقول حسام غالي مبدع بالوسط ما شاء الله وده كان التشكيل بتاع المباراة اللي هو اللي بيتكلم فيه اللي احنا اللي بيسمة الندال ماتش ده ما تلعبش فيه ده هنا بقى هنا في الصورة دي بلال احمد علام كاتب يقول استيقظ توقف التاريخ كثير عند هذه الصورة فالمواقف الصعبة لا تقبل الحياة حسام غالي مدرسة مبادئ وامتداد حقيق للسطورة الاهلي تعلم الاجيال ده علشان حسام نزل وكان له مواقف واضحا في الانتخابات بصرف النصر اللي حيحصل له يعني وبعدين نصر البجاش بيقول انتماء لكيان يدعو المفخرة دايما النجم حسام غالي طلع عاشق طلع مغرم للنادي الاهلي في مصر سلد ودعم محمود الخطيب للرئيس النادي وكان اول لحضور لغم مرتباته للنادي النصر هذا العشق حسام غالي بعد ما يعتزم ان نراه رئيس بعد ما يعتزل نجزم ان نراه رئيسا للاهلي هنا هنا فيه احصائية تانية بتقول منذ تولي جوستافو اللي هو المدرب بتاعة النصر ده تدريب النصر مرر حسام غالي ثلثمية واثنشر تمريرة صحيحة اكثر من اي لاعب اخر في الفريق خلال نفس الفترة وبفارق 92 تمريل عن اقرى منافسية ده الكلام ده عن حسام غالي هنا برضو هنا فيه الجدول ده الاحصائية دي حضرتكم درد شوفوها اللي فيها المباريات والاهداف ومعدل التهديف لقدم حضرتكم دي ده برضو يعني انا بس عملت ده ليه بقى او انا جمعت ده ليه لان انا ما ينفعش اقول ان بارح او حاجة زي كده ان حسام غالي بحاجة كزا وكزا وبدعوا ان المنتخب يشوفو حاجات دي كلها وفدأ ان حدي بقول ده ما فيلعبش يعني ومش اي حد ده كابتن فاروق رعفر المؤكد ان الكابتن فاروق رعفر يعني كانش عنده معلومات او المؤكد يعني لأي سبب يعني كابتن فاروق رعفر ما اعتقدش يقع في ساوه زي ده بس اللي قاله كابتن فاروق رعفر هنا كانت معلومة وهنا ومش ولت نظر هو قال ولت النظر الاولانين ان اي لعيب لازم يفكر قبل ما يروح نادي في الخليل لو كان النادي ده قال لي من الاندية اللي هو عند فيها يبقى حسن لوعت في النادي بتاعه بتكلم لو كان من الاهل او الزمال ده الكلام انما الانداية الكبيرة ممكن حد يروح وقال بقى قال زي حسام غالي ميلعبش عايز اقول لي كانت ان فاروق رعفر لا حسام غالي بيلعب وحسام غالي بيلعب في نادي كبير لدا هو في المركز الثالث النهاردة النصر احد الانداية كبيرة في السعودية باللي بتلعب دايما على القمة وبالمركبة الاول وبيلعب هناك ويعني عايز أقوله أنه رفع رأس القرى المصرية في الدور السعودي وأعتقد أنه أكتر لعب مجيد أو بارز في هذا الدور هناك بس ده يعني حبيت أقول هذا الكلام يعني لتصحيح وللتسكرة